وعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الصربي أليكزاندر فوتشتش قد استقبل السيد رئيس عبدالفتاح السيسي بمطار العاصمة بيلجراد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة رئيس السيسي إلى بيلجراد ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين فضلا عن النظر في سبل تعاون وتنصيق على الصعيدين الدولية والإقليمية